السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرحكم شباب إن شاء الله تكونون بألف خير شرحنا اليوم رح يكون بيتفاصيل للأخوة اللي طلبوا من عندي شون نستخدم ويبول تعرفون القناة القناة مختصة برابنهود بس كونا بعض الأخوة طلبوا من عندنا الشرح وإن شاء الله رح نشرح لكم التفاصيل قبل لا ندخل بالتفاصيل أرجو من الأخوة اللي متابعيننا يسوينا سبسكرايب ويسوينا لايك وكون لهم مشكور وهي قناتكم حطونا ملاحظات أي استفسارات أخوان أنا تواصلوا إياكم إن شاء الله وأكون بخدمتكم بالنسبة للأخوة اللي ما مسجلين بويبل ويبل طبعا هو يجي بعد رابنهود طبعا هو أقوى من رابنهود لأن رابنهود للشباب اللي جدد اللي شباب ما عدوا مخبرة به وبس ويبل شوي بيه معلومات أكثر وكل ما شوي تقدم يا رابنهود تقدر تدخل على ويبل وتستخدمه وشركة راقية وإن شاء الله سرح شوفونا التفاصيل اللي ما مسجل بيه ويحب يسجل عن طريق اللينك ما تي موجود أسفل الشاشة أكون لها ممنون هو يحصل سهميا وأنا حصل سهميا عن طريق التسجيل والحلو بشركة ويبل اللي كل ما تحضي بازت تروح تشوف بالأخبار عندهم دائما يقول لك حضي بازت مثل مية أو أكثر من مية وتحصل سهميا يعني أول ما تسجل إذا سجلت عن طريق اللينك ما تي راح تحصل سهميا وبعدين كل ما تحضي بازت تحصل لك سهميا سهميا وهذا شي حلو وهذا ما تلقى برابنهود خلونا نتوكل على الله ونشرح التفاصيل عن شركة ويبل وشلون نستخدمها وشلون نضبط أعدادات المنصة خطوة بخطوة إن شاء الله مثل ما تعرفون أول ما تدخل على ويبل راح تطلع لك بهذه الصفحة أكيد راح تكون أنت مسجل وياهم مضبط الأمور أول نقطة الشباب طبعا أنا نصح بالدسكتاب شرحنا راح يكون عن دسكتاب ما راح يكون عن طريق الجوال لأن الشركة قلنات شبيرة وعملاقة وبيها تفاصيل أكثر فدائما تكون عن طريق الدسكتاب أفضل تشوفون هذه الهوم بيج ما للشركة هذا الهوم هنا إذا تحب تحمل المنصة مالتهم كل ما هنالك تضغط على داون لود ورح تطلع لك هذه الصفحة وهذا التحميل إذا تريده على الجوالات أنواع الجوالات الأندرويد وأبل وعندنا الويندوز وعندنا الماك وهذا البراوزر فيو الصراحة ما عارفة ما مستخدمة إحنا المهمات عدنا هذول الثانيين إذا جوالك أندرويد تحمل مننا وهذه للجوالات وهذا الجوال أبل وهذا للويندوز إحنا أهمنا تحميله للويندوز نضغط على التحميل وراح يحمل عدنا مثل ما شوفون هنا بس ولا وانا محملة غير مثل ما شوفوه كنسلت لأن أورادي محملة الماركت الماركت هنا شباب من تدخل الماركت رح ينطيك تفاصيل عن الماركت يعني عن السباي والشركات كل الشركات اللي موجودة مثل ما شوفونا هنا رح ينطيك تفاصيل عنها والأخبار وأول بأول يعني فمثل ما شوفونا هنا تفاصيل معلومات أكثر وأكثر عن الأسهم مثل اللي شوفونا هنا اللي حلوة الأخبار آخر الأخبار والتطورات اذا دخلنا على الترايد احنا عندنا اسم منصة هذي منصتهم قبل لا ندخل بتفاصيلها اذا ندخل على الترايد الترايد هم راح يدخلنا مثل المنصة مثل ما شوفون هنا طبعا اذا ما مسجل راح يطلب منك كلمة المرور الحلو بالترايد هنا اذا تدخل بدون ما تنزل المنصة وتدخل على او شوني سويت اعدادات بالمنصة مثل ما شوفون هاي الاعدادات انا اللي مسويها راح تبين هذي الاعدادات نفسها هنا أنا عندك بالتفاصيل مثل شفته هنا هنا هذا وهذا حطيت هنا الحركة الاسهم وهنا شون اشتري وابيع وهنا تفاصيل المال البيع والشراء مال السهم اذا دخلنا مثل على السهم اي بي سي او وهنا الاسهم اللي هو منطقياهم الاسهم اللي انت مشتريهم او المحصلة مفرية اه قلنا مثل ما موجودات بالمنصة مثل ما شوفون هنانا اللي ان هس طالع الشاشة سوداء لان الماركت مسدود خلينا نرجع قلنا هذا اذا تدخل عن طريق الويبسايت يعني ما تدخل المنصة اه هنا اللي هو ما ما رابن هو عفو ما يعني راويك بان هو ما ياخذ اي كميشن كله زيرو وقلنا هذا الداولود وهذا الهيلب هس احنا نريد نسوي اعدادات للمنصة شون نسوي الاعدادات اخوان اه نروح للمنصة اللي حملناها اه شوية راح تدخل بيها المنصة طبعا انا ما راح شرح شرح دقيق اخوان طبعا قلنا احنا احنا شرحنا كله على رابن هود بس راح نسوي اعدادات المنصة شون نسوي لها اعدادات احتمال راح تطلع عندك شوية ما تعرف لها شون بس احنا راح نبدي بمنصة جديدة بس راويكم هذا الستنج ماتي وراح ندخل على المنصة الجديدة اذا طلعت عندك الواجهة مثل ما شوفونها بهذا الشكل كل ما هنالك اضغط عزائد هذا الموجود النيوبورد وسوي لك منصة جديدة اه شوفون هنا هاي المنصات اللي انت مسويها احنا لا رد نبدي من الصفر بنبدي بمنصة جديدة ماشي شباب خلونا نتابع خطوة بخطوة شو راح نسوي منصة جديدة قلنا تضغط عزائد ونيوبورد راح تفتح عندك شاشة فاضية ما بيها اي معلومات اول خطوة راح نسويها راح نروح نضغط على نضغط على الوديج اه مثل ما شوفون هاي الحقيبة نضغط عليها مرة واحدة اول ما راح نضيف الروح على الاستاكس اول ما نضيف الشارت مانتنا نحملها هذي اول نقطة نضيفها نسد الزائد نضبط اعداداتها احنا نريدها على اليمين اقصى اليمين ونكبرها بهذه الطريقة اه تقريب هذا الحلو ما لهل الحجم لان عدنا راح نضيف بعض معلومات هنا ونحط البزيشن مالتنا ونحط التفاصيل كلها اه فتحنا اول واحدة حطينا الشارت مالتنا اللي راح نتابع بيها الاسهم نضغط مرة ثانية على الوجد الروح الجنيرال هالمرة ونضغط على البزيشن نختار البزيشن ونختار الوردر ونختار الواتش لست نختار الواتش لست نحطها جوه هنانا والاكاونت ديتيال اكيد راح يكون دايما فوق شوي ونرفع الواتش لست مالتنا راح تكون عندنا بهاي الطريقة مثل ما شفوها سهلة وما بيها كل صعوبة شوفو هذا الترتيب حلو صار شباب بالواتش لست يعني منشوفها تقدر تضغط على ماي واتش لست راح تطلع لك الواتش لست اذا تضيف بها مثل اي شي عجبك وتضغط عليه آتو ماي واتش لست راح يكون بهذا او تروح مثل تغيره اللي هو نفس هذا البزيشن الاسهم ماتك راح تطلع هنانا اللي مشتريهم انت مثل ما شوفون هذا البزيشن يعني هنانا من تبغط راح تتشوف البزيشن وهذا الواتش لست كل ما اضيف اي سهم عجبك للواتش لست هسه راح ندخل بتفاصيله راح يكون هنانا بالماي واتش لست فدائما هذي خليها على الواتش لست لا تخليها على البزيشن على مدى السر اسهل لك لان البزيشن ماتك هنا موجود هذا البزيشن ماتك اللي قلنا الاسهم ونمشتريها ان شاء الله سهلة هسا بعد شنو عدنا نروح نضيف الشلون نشتري وشلون نبيع الروح على على الوجد نفسه ونضغط على الاستاكس ونروح على تريد نضغط على تريد راح تنفتح منها هذي مثل ما شوفوها حتى نقدر نبيع ونشتري نصعد هنانا لبطها ننزل هاي شوية قلنا انت تقدر هاي يسوي الاعدادات كلها حس هنانا نقدر نشتري العفو هنا اذا عطيت تشتري وتبيع مثل ما قلنا بالبداية تقدر تشتري وتبيع عن طريق الويبسايت مانتهم كل ما هنالك تحط الشركة اللي هنا عجبتك خلي نقول شركة فورد حطيت فورد انا مثل هدا شتري من فورد عندي واي وعندي اذا اريد اشتري اكيد hörح اضغط على الضغط على وهذا وهذا الحريكية وهذا وهذا الاستغ 49 اكيد اذا انت تشتري بال ١٩٠١٠٠٩ راح تحط ١٩١٠١٩ فنسعر العفو للي ٣٩١١٩ اللي حسب السعر اللي تريده انت وال Coca اللي هو السعر الحالي للسهم. احنا راح نروح مثل ونحط السعر مالتنا. نحط مثل كم سهم الريد راح نحط هنا الاعداد للريد تعجبنا شقد راح نكتبها هناك كتابة يعني. ماشي شباب سهلة. لو شوفون هذا تقدر اذا تيت غيرها لما تقول مثل اشتري سبعة وخمس سنتات مثل ما شوفون هو سبعة واربعة وتضغط او تريد تشتري اقل تنزل بالسهم للأقل فجدا سهلة وهنا اذا تريد يعني الوقت الدوام وهنا اذا تختار مثل رابنهود بس هنا مثل ما شوف يعني معناها اذا يعني راح يبقى مثل خمسة ايام ستة ايام اذا تحط الاكستندد اوارز تحط نعم بس احنا مريد نحط الدي وهنقل له هنا نختار راح نبقى ونفتح يعني لحد الاكستندد اوارز نشتري هنا لحلوه تقدر استابلوز اوردر مثل ما شوفون اختار لك هو اذا اشتريت انت بسبع دولارات خلي نقول اشتريت وسويت وانو بتجي تختار الاستابلوز تختار تقول انا اريد ا مثل ما اريد اخسر اقل من سل دولارات وواحد وستين انت من اشتريتها بسبع دولارات وسنت تريدي اصعد والليمت برايس ما تك تقدر هنا تحط الليمت برايس مثل ما شوف على ما يدري تكسب اش قد تكسب وهنانا سوي بلايس ان اوردر يعني من بعد ما تشتري بسبع دولارات اتا قلت انا اشتري بسبع دولارات وهي الاعدادات اتكلها تضبطها يعني اهنانا اثناء المشترة ما تتخسر اقل من ست دولارات وواحد ثلاثين وهنانا الليمت برايس ما تكلت بيعة من تشتري بسبع ابسنت تتبيع بسبعة واحد وسبعين او تتبيع باكثر اللي عجبك انت حسب قراءتك للسهم فعملية جدا سهلة اخوان جدا جدا سهلة خلونا نكمل هذه الفراغات ونكمل هذه اللي باقي اللي عندنا بالشاشة او هذا اللي هنا حطينا البزيشن يا شباب قلنا البزيشن يكون تحت التشارت التشارت ما لتنا وهذا ال اوردر اهنان اذا سويت اي اوردر مثل قلنا اي شي تشتري راح يكون هنانا بان يقللك يا باشتريت مثل ما شوفون هاي المشترة ماتي القديم هاد الأسهم ماتي بس حاليا مثل اذا حاليا والماركت مفتوح وسويت اي راح يجي الاردر هنا أنا ماتك. راح يقل لك بان انت اشتريت يعني راح يكون اه اه اذا ما ماشتري مثل بعد انت حطيت مثل حطيت لك سعر مناسب وتنتظره راح يكون هنا بالبندن يعني تنتظر عليه. اخوان هاي الترتيب يعني انت تقدر ترتب الشاشة الشو ما يعجبك يعني ترتبها يعني بس هانا نراويكم البيسيك والشي اللي انا يناسبني بالديتشرايد مثل من اشتري بالديتشرايد ها راح نستغل هذي المساحة الفارغة راح نحط لنا بعد مكان بالشارت ثاني حتى الراقب بي سهم ثاني اذا حبينا الراقب سهم ثاني راح نجيب نفس هذي ونضيفه هنانا اش راح نسوي نروح على الوجد ونضغط على الاستاكس ونختار نجيبه نخليه تحت هنانا هذا راح يخدمنا بمراقبة سهم ثاني ما الشباب تقدر قدنا تزغره اللي عجبك انت اذا عندك اذا الشاشة ماتك اكبر اكيد راح تكون او هذي اللي ما نقدر صار عندنا هذي هذي حلو يعني الشاشة صارت امرتبة مثل ما شفوها عندنا هذا الفراغ راح نسده الشوفون هنا اخوان اذا نكتب مثل شركة ابل هذا راح طلع لنا ابل وهنانا عندنا فورد يعني شي ما يشبه شي اللي احنا شا الريد 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 من نكتب هنا فورد يطلع عندنا فورد هنا تفاصيل عن شركة فورد ماشي مثل اذا ضغطنا هنا ابل اذا ضفنا ابل هنا وهنا هنا فورد احنا ما نريده بهذه الطريقة حتى ما نروح نكتب هنا ونكتب هنا فراح صار علينا مشكلات شبيرة فش نسوي اخوان نضغط على هذا الناقص ونقل له ستب جروب وان شراح يصار عندنا صار مثل هذا عندنا نتأكد من هذا من ضمن جروب وان وهما نضيف جروب وان فصار وكله هس اذا اضغط اي شي مثل اذا اكتب فورد وقل له فورد شوفون هنا انا غير عندي شركة فورد ماشي اخوان هذا اللي حلو يعني بدل ما تكتب هنا وتكتب هنا راح يطلع عندك بنفس المكان نفس الشي خلونا نكمل هذا الفراغ هسا نروح يا اخوان للوجد ونروح نضيف الاستاك نضغط على الاستاك وتيم انسيال هنا راح يراوينا التيم والسيال قدم بعد اسهم وحركة السهم قصد السهم نفسه يعني مثل ما شوفون هنا هم مهمة نضغط على الاستاكد حتى يكون كله نفس نفس العمل معنا ما يكون مختلف اضفنا تايم انسيال بهذا المكان اللي قلنا ضروري نسوي نفس القروب وهنا عدنا قروب وان وهنا عدنا قروب وان يا اخوان معناها لقروب وان راح يكون عدنا اه اي شي نسوي علي بحث راح يطلع عندنا نفس المكان قلنا نشتري من شركة دلتا مثلا ونختار دلتا راح يطلع عندنا دلتا هنانا بهذا المكان اللي راح نشوف تفاصيل وش قد علي طلب وش قد نباع وش قد يعني هذا مهم واحد يعرفه اخوان ترا هذي تفاصيل لازم انت تروح تبحث عنه لان ما اقدران الصراحة اشرح اكله اه طلع عندك دلتا هنا وطلع عندك دلتا هنا انا مثل ما شوفوا لي ان ضخوا اضفناهم كلهم على نفس القروب وان بقروب وان قروب وان ماشي خلونا نكمل باقي الاعدادات بس قلنا هذي الشمع اه هذي تشارت راح يكون المراقبة سهم ثاني ماشي ضبطنا هاي كل معلوماتنا شوفوها سهلة ما بيها كل صعوبة اه قلنا هذي الفراغات تقدر تستغلها انت تكبر بيها مثل الوردر حتى تضبطها يعني مين يما تقدر تضبطها خلاص شوف ما عندنا فراغات بعد هنا قلنا الواتش لست كل ما تضيف اسهم راح تطلع عندك بالواتش لست اذا تحب تضيف بعد بالقائمة الواتش لست يا اخوان تضغط على الماركت من تضغط على الماركت يشوفون هنا عندنا سيرج خلي نقول نسوي سيرج على دلتا طلعت انا دلتا ايرلاينز اه دخلنا شوفنا السهم ما للدلتا نروح على النجمة اللي شوفوها هنا هذي النجمة كل ما هنالك نضغط عليها صارت اد تو ماي واتش لست اذا نرجع للتريد هذي دلتا موجودة بالواتش لست اذا ضغطنا نقدر نشوف تحركات السهم ما دلتا مثل ما شوفونا هنا انا مثل ما شفتوا هضفنا دلتا بش لا تنسون اخوان هذي الواتش لست تكون على اه على القروب هون حتى من نضغط على اي سهم مثل خلونا نقول ما حاطينها احنا ما مختارين اي قروب من تضغط من تضغط على السهم يشوف هنا كل شي ما يتغير هذا فورد هذا فورد وهذا فورد احنا ردي نشوف مثل من الواتش لست معلتنا ها ردي نشوف قاش او دلتا ايرلاين معناها انت ما حاطها بالقروب من ضيفها على القروب هان هس هنا عدنا فورد بفورد وهذي دلتا من نضغط عليها راح تحول دلتا فيما شوفونا هنا عدنا دلتا صارت انفتحت وهنان الفورد اذا نضغط عليها قلنا عملية جدا سهلة تروع الماركت وتضغط على السمبل لتريده سي سي ال الكرنبل شركة سياحية مع البواخر نضغط عليها قلنا سهلة ونضيفها للفيفورد مع لتنا ونرجع على التريد راح تصير عندنا السي سي ال موجودة هنا مثل ما شوفوها ونقدر نشوف البيانات مع لتها خلونا نكمل الانديكيتر شو نضيف الانديكيتر والفاليوم ما فاليوم اللي قلنا هذي مهمة جماعة الديترايد خلونا نكمل الخطوات وندخل اه هس شور راح نضيف الانديكيتر اخبار مننا مثل ما شوفونا هنا عدنا هذي الاختيارات نضغط الانديكيترز مثل ما شوفونا هنا نضغط عليها وراح نختار اللي ريده ضروري ومهم نشتغل عليه وتقدر بعدين اذا تعلمتها وتقدر تعرف اه بالديترايد تقدر تختار دي عجبك راح نختار هنانا الماك دي ونختار الفي دابليو بي ونختار الفاليوم ونختار الام اي ماشي شباب راح ترعون كلم عندك هنانا مثل ما شوفوها ونطلع نسوي اكزت من الشاشة حتى هسا شوية بعد وشوي نضبط الام اي اللي هي الام اي اللي هي ماركت اه افريج وهذا الفاليوم هنا راح يكون تحت قلنا اختارينا احنا يكون جوه تحت الاستاكات نانا الفاليوم كلش مهم فاخوان الانديكايتر اتا تقدر تستخدمه بعدين كل ما تقرأ وكل ما تعرف قلنا شوية هي بها صعوبات الكل مبتدئ قلنا الانديكايتر انت اختاريتهم تختار اللي عجبك من نانا بس سوى الام اي والام سي دي والبي دابليو والباليوم هذول المهمين بالنسبة لدي تريد اه تقدر من تختارهم تقدر تدخل على الستينج ما لاتو هنا الام اي مثل ما شوفونا تختاره اي في العرقام مثل ما هي والستايلز تقدر تغير بالارقام احنا بالستايلز راح نسوي تشيك مارك على الام اي تن والام اي او الاخر اثنين نتركهم ما ان حاجة بهم اخوان هذا الستينج اللي راويتكم اياه يعني ما اقدر ادخلكم بتفاصيل عميقة اكثر راح يكون الفيديو كلش طويل بس ان شاء الله من تتعلم على الدي تشريد راح تعرف شن فائدة هذول الاختيارات اللي اختاريناهم وشلون نسوي الستينج ما انت بالطريقة لتعجبك بس اهم شي راويتكم شلون نسوي الستينج للشاشة مثل ما شوفون صار عندنا ستينج هنا انا كامل اريد اشتري قلنا ندخل هنا انا على اشتري او تتحقق العفو مثل من شفت الضغطة اللي شوفون هذي كنا تطلع عليها مربعات هنا تقدر تتعدل الشاشة ماتك مثل مثل ما اشوف هذي اذا ضغطنا عليها اقدر احركها ماشا اخوان هذي اش البسيطة جدا بسيطة قلنا تيت تشتري او تيت بيع سهم هنا انا تبيع وتشتري البزيشن الاسهم اللي انت مشتريها ماتلك هناлюс تطلع بالقائمة وتقدر تشوف الا الا里ستاكس ماتك هما بهذا العفو هذي الواتش ليست وتقدر وتقدر تشوف الاسهم ماتك من الواتش ليست ماتك اللي انت مشتريهم عندك هذه الواches ليست اللي اسهم لتابعهم وعندك يور بزيشن البزيشن قلنا الاسهم اللي انت مشتريهم وهنان تقدر الحلو تسويه تقدر تضغط على هذي يسوي لك ياهم على اربعة اربعة البزيشن ماتك تقدر شوف البزيشن ماتك بكل سهم مثل ما شوفون هنا طلع لك الاسهم اللي انت مشتريها او تلغط على الواتش لست هم رح يطلع لك اربعة اربعة تقدر شوف الصفحات هنا تصير اذا عندك اذا عندك اسهم بعد اذا ضايف اكثر من اربعة رح تصير هذي صفحات هنا هنا هاي صفحة واحدة وصفحة ثنية وثلاثة واربعة حسب اللي انت حاطه فنرجع للطبيعي تريد شوفوا شقد التكاليف وشقد التفاصيل مال السهماتك كل ما هنالك تغط على الاكاونت تدخل على اكاونت مالتك وراح تطلع لك مجموع الفلوس اللي انت تحاطهم تقريب وارباحك اللي هي موجودة هنانا يعني فلوسك بالاسهم مش قد صايرة وهذه التفاصيل اللي هنا قلنا الدي تريد هذا الدي تريد لفت عندك ثلاثة بثلاثة 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 اللي هو كل سبوع ثلاثة ما مسموح لك اكثر من ثلاثة نفس الى نفس الى رابنهود كل الشركات يطلق بس الثلاثة قلنا اكثر من خمسة وعشرين الف يكون مفتوح لك اه شوف هنا انا الريسك لفل ما تكيطي كيابي انه هو سيف وهذولي الاسهم ما تك اللي مشتريهم انت وهذا البيزيشن اللي خنقول هذا اللي هو مجاني وهذولي المشتريهم مثل ما اشوف مثل رياليتي انكم مثل عندي اثنيا قيمتهم بالماركت حاليا مية واحد وعشرين دولار تسعين سنت اللي لا سبرايس اللي اخر شين ست علي الماركت بستين دولار وخمسة وتسعين سنت وانا مشتريه بتسعة واربعين دولار وسبعة وثمانين سنت فالزيادة هنا انا ينطيكي اياها اثنين وعشرين وستعاش فهذا البيزيشن ما تك بالاسهم المشتريها مثل اذا مسوي اوردر رح يطلع هنا انا الهيستري ما تكي الاوردر اللي مسوي قبل يوم او يومين راح يطلع هنا اذا عندك اكسرسايز بالاسهم هذي شغلات الابشن هذي كلها موجودة هنانا عن طريق قلنا الاكاونت والاخوة اللي ريد يتعلم ويقوي نفسها بالبيب بالبيبر ترايد البيبر ترايد يا اخوان يطيك مثل ما شوفوا هنا مليون دولار اه تتعلم بيها وتشتري هنا تحط السهم لعجبك او سوي عليها سيرتش عن منانا مثل اذا رحنا على شركة فورد واد اشتري اسهم شركة فورد خلي نقول مثل اريد اقوي نفسي على على الشون قبل لا اخسر فلوسي اتقوي هنا اظل اشتري وابيع على ما اشوف نفسي بيهنانا خلاص جاهز اه للاخوة الجدد اللي مثل يقول انا ما اشتري هنا اش سهم من يوصل هنا اقدر اشتري مثل على اه ست دولارات واثمائة السنت اسوي علمت اردر اقل لمثل بست دولارات اذا وصل اشتري لها اشوف نفسي اشتري حتى لو الف سهم انا عندي مليون دولار اللي هي فيك مني تقدر تشتري بيها وتسوي بايبر ترايد ماشي شباب حتى بمكاتبي لك this is not real يعني هذي كلها فيك بس تتقوي نفسك عليها وشون تشتري وتبيع قبل لا تخسر فلوسك تدخل على الضيق على الترايد مننا قلنا وتروح تشتري وتبيع بالاسهم وهنا قلنا هذا السكانر بعدين تتعلم عليه وعليه تفاصيل شبيرة اللي يجيب لك الاسهم مثل اترا تقول الماركت كابا اريده مثل من مليون الخمسة مليون اضيفة الارقام هنا ويجيب لك الاسهم اللي يسوي لك سكان للاسهم مثل ما يشوفون هنا مختار ينايت ستايت او تريد شاينة او تريد كندا هو اكيد احنا على اكثر شي على امريكا ونقل له اول وهنا الماركت كاب مالة الشركة كل ما يكون يعني اكثر ون ون بليون دارز او فوق يكون افضل تسوي عليهم بحث تقدر تشوف بحث مالاتهم هنا او تقدر تختار تقدر تسوي تت تقدر كل شي تسوي هنا كل ما تتحكم بيها كل ما تطلع لك هنا القائمة ويطيك الجقد الواصل والتفاصيل يطيك تفاصيل اكثر هنا على السكانر صراحة انا ما مستخدمه هوايا وما عندي ذيك الخبرة بيه ما احب ابالغ وقلكم انا خبير اخوان انا مو خبير انا كل ما هنالك جاي يعلمكم شون نسوون ستنج اللي لهذه الطريقة اللي هو اه شوان نسوي ترايد وشوان ستنج ماتك نرجع للترايد اخوان اذا دخلنا للترايد وشوفوا نحنا صارت عدنا قوائم هنا بلانك اللي هو هذي اللي سويناها وعدنا هذي اللي قديمة اللي مسوينها وعدنا هذي زيرو اه زيرو هذي اللي انا مسويها اشتغل عليها مثلا انت سويت هسا الجديدة كل ما هنالك تضغط على هذي النقاط وتقول ري نايم وتسميها باللي عجبك مثل بلانك وان بلانك تو انت تقدر حتى تقدر تكتبها بالعربي اذا عجبك مثل تقول هذي القائمة تقدر تسميها مثل قائمتي سميناها مثل قائمتي تضغط خارج المربع خلاص صارت هذي قائمتي مثل ما شوفها هنانا بالعربي اذا تحب تكون بالعربي يعني تقدر تسويها بالعربي وتقدر تغير ري نايم وتقدر تسوي safe as board هنانا تضغط على وتسمي الاسم اللي يعجبك ماشي شباب بطريقة كل سهلة ومو معقدة وما بها كل صعوبة قلنا صارت عندنا ثلاث قوائم كل ما ايش قد ما يعجبك تسوي قوائم تقدر تسوي كل ما هنالك تضغطه هنانا عزائد وهنانا الحلو تقدر على الملتي على الملتي تقل له مثل اريد اربعة تريد ارددخل على اربعة يتكي ايام اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة تقدر تسوي الشركات التبحث عليها مثل هنان ريد فورد مثل هنان ريد فورد نخلي فورد وهنا ابل وهنا مثل خنقول امازون نختار امازون او تقدر اذا تسوي اربعة وهذه شوي راح تكون معقدة فشون نطلع من عندها نفس الشي نضغط على الزائد ونرجع المكانة القائمتي مثل ما شوفوه هنا انا اللي سميتها قائمتي ماشي شباب فهذه يا اخوان الستنج البيسيك ستنج ان شاء الله يكون سهل ما معقد ولا بي اي صعوبة فهذي فهذي يا اخوان قلنا ما بيك الصعوبة شون نسوي القائمة وشون اذا هذه ما عجبتنا مثل الفورد تريد نسدها تبقى عندنا بس واحدة مثل ما شوفون جدا طبيعي الستنج مالتها اخوان وكل ما هنالك التعليق بعد تتعلم شون تدخل الديتشريد وتق تقرأ شون تتعلم الشمعات وشو وقت تدخل تشتري وشو وقت تطلع تبيع والصراحة قلت لكم اخوان انا يعني مو بروفاشنال واللي يعلمكم عليه جاي يعلمكم البيسيك شون سوينا الستنج للصفحة الرئيسية مالتنا اللي على المنصة مال ويبال وان شاء الله ما اكون قصرتوا ياكم واسف على اللي طالح وتحياتي لكم ورب يرزاقكم جميعا واي استفسار اخوان لا تنسى تكتب لي كومنت او تروح تدخل على الفيسبوك تكتب لي وان شاء الله اكونوا بخدمتكم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة